صد البلد تتابع تغطية حية ومباشرة الجريمة الإرهابية للاستهدفة المصريين في الكنيسة النهاردة طبعا الكنيسة البطروسية واللي أدت إلى استشهاد أكثر من 25 من أبناء مصر وأكثر من 35 مصاب مطالبات كثيرة ويمكن من الظهر نتكلم على هذه المطالبات جنازة شعبية ورسمية تكون للشهداء في منطقة المنصة غدا في مدينة نصر متابعات أخرى للمحاكمات العسكرية ويمكن شغالين على هذا الهاشتاج وهنكمل مع حضركم هذا الهاشتاج اللي هو نعم للمحاكمات العسكرية وجاي تعليقات كثيرة جدا هنكمل هذا الهاشتاج حتى نهاية هذه الحلقة الحلقة كلها مخصصة لهذه الجريمة الإرهابية اللي أدمت قلوب أبناء هذا الوطن ما عدا قلة قليلة اللي هي روعت أمن هذا الوطن من تنظيم الإرهاب أو تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية طبعا حركة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بتدعو أنه يروحوا يتظاهروا أمام الكاتدرائية واللي حسب ما جاء على موقع تفرج لفت نظري هذا الخبر جدا عشان بس مسألة الاستغلال والتسخين أنه حراضت حركة غلابة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية اللي تبنت تظاهرات الدعوة لتظاهرات 11-11 المواطنين النزول من منازلهم المقار الكاتدرائية والتظاهر أمامها ودعت الحركة الناس لترديد هتفات ضد الجيش وده طبعا هدفه زي ما قالوا أنه ده اللي زرع الفتنة إذا نحن نتكلم على مين المستفيد أو مين اللي يدفع لفتنة بين أبناء الوطن مين اللي عمل ده عشان يعمل الفتنة واللي عمل ده واحد من العصابة الإرهابية اللي تبحى هذه الحركة اللي دعت للناس إنها تنزل البيوت فنخلي بالنا ونخلي بالنا جدا هي المحاولات الوقيعة وقيعة بين المصريين نتكلم عنها طول الوقت وهنتكلم عنها كمان ولكن لفت نظري تصريح غريب جدا للمشار مجد العاجاتي بصراحة أتمنى إنه ما يكونش صحيح لأنه بقولك إن إحنا عايزين نعمل مؤتمر لإعداد قانون للإجراءات مؤتمر إيه؟ مؤتمر إيه يا سيد الوزير؟ إيه هو تعديل محتاج مؤتمر؟ ده إحنا بنتكلم على بكرة تعالي مؤتمر لعدله إيه إن شاء الله؟ مادة ولا تنين؟ لسه نعمل له مؤتمر نعدله؟ ده إحنا طبع عشان كده مجلس النواب مطالب تاني مطالب بكرة مش بعد بكرة تعديلات من مجلس النواب ما تنتظرش الكلام بيقوله سيد المتشار مجدي ما احترامنا ليه يعني؟ قولك نعمل إيه؟ قال إن إحنا هنعمل نحضر للمؤتمر موسع تحت رعاية المهند شريف اسماني رئيس الوزير ده مشروع قانون جديد لإجراءات لسيان قانون الحالة لبحت لاجاته إلا لو عايزين تعمله بقى قانون لكن إحنا عايزين دلوقتي الوقت نعمل بحكمات ونعدم وبعدين نبقى نعمل القانون اللي إحنا عايزينه ولكن لا مجال نسة هندعو لمؤتمر يا خبرة بيض ده يكون خلص إنه كل نص الشعب خلص تنظيمات الإرهابية شغالة والآمن الجاية وأنا بقول لكم والآمن الجاية صعبة جد وعلينا نتابق إنه نتوقع ده حادث واتنين وتلاتة وكل يوم ومش هيبطل طول ما انت مش بتحاكم ومش بتقتص طول ما انت لحد النهاردة عندك ألف شهيد ألف شهيد من الجيش والشرطة والمواطنين من تلاتين ستة لحد النهاردة طيب كم مصاب عدنا الخمسة وعشرين ألف مصاب كم واحد يتعدم من الإرهابيين اتعدموا تمانية تمانية اتعدموا بس وصاد الألف ده احنا بنهزر بقى ده احنا بنعزين نطبط لا وانا بقول له بكرة ومجلس النواب لنا دخلوا معايا لهيئات الكتل الرئيسية في لهيئات البرلمانية للمجلس وكين المجلس بكرة قانون جديد وتعديلات جديدة وإحالة كل القضاء للقضاء العسكري ليس لدينا حل آخر وملناش علاقة ببرة برة يتحرق يولعب جاز غيرنا بيعمل وقولك برة يتفلق أو التركيا مبارح في العملية الإرهابية في تركيا عندهم ضحايا مبارح أربعين واحد ومش عارف في ميت مصابه وتفجيرات في اسطنبول في كذا مكان مبارح وقال لك احنا هنعمل بقى قوانين وهنطبع عقوبة الاعدام وقال لك كده لتحاد الأوروبي يقبط دماغه في الحيط عجبهم عجبهم مش عجبهم ما يفرقناه ما يهمناه احنا بنقام من بلدنا الرئيس تركيا قال كده مبارح وإحنا بنقول في مصر كده ولا يفرم معنا حد ولا حقوق إنسان ولا حد وانسوا الحكاية دي انسوا ما حدش يتكلم على حقوق الإنسان خالص هو بيقتلك وهو بيقولك هو بالنسبة له هو ده الحق إنه بيقتل قتل واغتيالات بالتم وهو بيقولك هي دي الحقوق ده حقي أنا بأعمل كده وانتو شايفين الدعم اللي جايه من كله وشايفين الناس اللي معاه والبلطاجية بتحهم النهاردة اللي قدام الكاتدراءية أنا بقول بلطاجية اللي كانوا النهاردة فلنهمش علاقة بالشعب شباب مش عارف ما سبير ولا ايه بلطاجيب تقول الإخوان كانوا مندسين النهاردة هم اللي عملوا اعتداءات ومحاولات اعتداءات على العامين النهاردة وبشكر المصر ليوم مصر ليوم التنمية بيها قوي وبيزعل مهند الصلاح دياب